بالنسبة للتقويل الميت تلقين الميت في القبر روى الإمام الطبراني ثبت في معجم الطبراني رواية في تلقين الميت في قبره وهي رواية لا تصح لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يلقن الميت في قبره أن يجلس رجل عند شفير القبر أو حفة القبر وأن يقول له يا فلان ابن آدم وحوى اعلم بأنك مت وأعلم بأنه سأتيك في هذه الساعة ملكان إنهما منكر ونكير يقول لك الأول وما يقول لك من ربك ومن نبيك ما دينك فإن قال لك إلى غير ذلك هذا لم يثبت أبدا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صحيح وكلنا يعلم أنه بأبي وأمي وروحي طالما دفن كثيرا من أصحابه بنفسه بل ومن زوجاته بل ومن بناته رضوان الله عليهن جميعا وعلى أصحاب رسول الله ومع ذلك لم يثبت أبدا في حديث صحيح أنه جلس بأبي وأمي وروح على شفر القبر ثم ناد على الميت ولقنه وإنما ثبت كما في رؤية البراء بن عازل في مسند أحمد أنه دفن رجلا من الأنصار وجلس على شفر القبر ثم قال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا يا إخواني لمثل هذا فأعدوا ثم ذكر الحديث الطويل إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة جاءت ملائكة بضلو إلى آخر الحديث الطويل ثم قال فيه وإن الكافر إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا جاءت ملائكة معهم ليف من الجنة فأجلسون إلى آخر هذا الحديث حديث البراء بن عازل بالطويل هو حديث صحيح في مسند الإمام أحمد وغيرها وغير المسند من مسانيد من دووين السنة لكن لم يثبت عنه أنه لقن الميت في قبره قط وأرجو من إخواننا ومن أهلنا في قرآن وفي أن نتبع هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم فلو دفننا الميت على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وقفنا عند القبر في صمت وفي سكينة وفي خشوع وظللنا ندعو الله للميت كل مع نفسه كل يدعو لنفسه ويدعو مع نفسه اللهم اغفر له ورحمه اللهم ثبته عند السؤال اللهم اغفر له ورحمه وثبته عند السؤال إن وقفنا بمقدار ما يذبح الجزور ويوزع لحمه كما في وصية عمر بن العاص في صحيح مسلم فلا بأس ولا حرج هذا هو المتبع وبعدين دفن يعني بين هدي رسول الله الكثير والكثير ومع ذلك ما نقل إلينا ما نراه الآن فأرجو من إخواننا وآبائنا ويعني الأفاضل أن يتبعوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام وقد فعلت ذلك في قريتي دموه حين توفي الوالد رحمه الله تعالى وأردت أن أبين للناس الهدي في صورة عملية وكان عندنا بفضل الله من القراء من مشاهير القراء أتوني للعزاء مشاهير القراء ولا أريد أن أذكر الأسماء الآن وكذلك كان عندنا من العلماء وكانت الجنازة حافلة أسأل الله أن يرحم والدي وجميع موت المسلمين ومع ذلك انتظر الناس أن أقيم صوانا كبيرا لم أفعل مع قدرتي بإذن الله تبارك تعالى على أن أفعل الوالدي أغلى وأجمل وأكمل شيء لكن ما عملت الصوان وإلا الناس هتقول خلاص ما هذه حقة فأنا أريد أن أعلم الناس باتباعي هدي النبي عليه الصلاة والسلام فانتظر الناس ماذا أصنع على القبر المشيخ موجودين والعلماء موجودين الشيخ أبو اسحاق الحيوين والشيخ محمد يعقوب طب هنعمل إيه الشيخ بقى يدعو نؤمن أبدا ذكرت إخواني أرجو من إخواننا أن يقفوا عند القبر قليلا وأن ينتظروا معنا جزاهم الله خيرا وأن يدعو كل واحد لنفسه اللهم اغفر له والحمد اللهم اثبتوا عند السؤال ودفنا الوالد وظللنا وقوفا يعني مقدار ربع ساعة أو تلت ساعة تقريبا ندعو الله عز وجل ثم انصرفنا في هدوء وسكينة وانتهى المضوع ولا حرج أن يعزيني بعد ذلك أي مسلم يريد أن يعزيني سواء قبل الثلاثة أيام أو بعد الثلاثة أيام لا أعلم دليلا بعد الثلاثة أيام يمنع ولا حرج أن يقابلني في المسجد في البيت في الوظيفة في الشغل في أي مكان هذا هو الأمر والأمر بمنتالي وسر والسلاسة والسهولة وبدون تعقيد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين